فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية قال رحمه الله وقالوا أيضا يكره السجود في الطاق لأنه يشبه صنيع أهل الكتاب من حيث تخصيص الإمام بالمكان بخلاف ما إذا كان سجوده في الطاق يعني كان يكون رأسه فقط نعم هو كون الإمام يختص بمكان هذا هو الأصل لأن الإمام سيكون في وائف مقابلا لوسط الصف قابلا لوسط الصف من أجل أن يقتدي فيه المأمومون ولا يكون مائلا إلى جهة من الصف وبعيدا عن الجهة الأخرى وإنما يكون متوسطا في محاذاة الصف من أجل أن يقتدي به جميع الصف من اليمنى واليسرة وليس هذا من أجل التخصيص المكان وإنما هو من أجل الاقتداء إنما هو من أجل الاقتداء بالإمام لقوله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به أما لو اعتقد أن صلاة الإمام في الطاق أن لها فضلا وفيها أجر ويتبركون بهذا من فعل اليهود ولا يجوز هذا العمل قال وهذا أيضا ظاهر مذهب أحمد وغيره وفيه أثار صحيحة عن الصحابة نعم في مذهب أحمد فمثلا في متن الزاد وتكره إمامته في الطاق يعني في المحراب تكره إمامة الإمام دخوله في المحراب لأنه يختفي عن المأمومين عن يمينه وعن يساره ولأن فيه تشبها بأهل الكتاب وفيه أثار صحيحة عن الصحابة أبن مسعود وغيره ترجمة نانسي قنقر